في سياق مشابه بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى ماري لويز رئيسة جمهورية ملطة وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتومة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة مماثلتين إلى رئيسة ملطة